أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تحوزه الزيارة الأولى لرئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة عضو البرلمان معالي السيدة تيريزا ماي إلى مملكة البحرين والمنطقة من أهمية لحضور أعمال القمة الخليجية السابعة والثلاثين والمنعقدة في المنامة كضيفة شرف مما يجسد قوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورة أشمل ورحب سمو خلال لقائه بمعالي السيدة تيريزا ماي في مقر إقامتها اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء منويها سموه بالحرص المشترك على مواصلة الدفع قدما بتعزيز المقاومات الراسخة التي تستند إليها العلاقات الثنائية بين المملكتين والممتدة لأكثر من مئتي عام وأقل سموه إن مسارات العمل المشترك مع المملكة المتحدة حافلة بالفرص والإمكانيات في المجالات الاقتصادية بالإضافة إلى النواحي الاستراتيجية والأمنية ما يعززه التواصل الحيوي المستمر والزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بما يرفد التعاون والتنسيق على مختلف الصعود بواتيرة متنامية وأشار سموه إلى ما يجمع البلدين من تقارب في الرؤى حول مختلف القضايا الاستراتيجية مما أتاح المجال للعمل المشترك بشكل متسع وأسس للمزيد من الفرص لتطويره وجني مردوده بما يحقق مصالح البلدين الصديقين واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الشقيقة وجملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة